مشاهدين الكرام متتبعي الأيام 24 مرحبا بكم معنا مجددا كيف ما عودناكم دائما أن الأيام 24 يعني منك التعطى مع أي موضوع كتدير الرأي والرأي الآخر نحن ما زلنا بصدد موضوع كنزة واللي آلمت جميع المغاربة لحالة ديالها اليوم كانت الشجاعة للطرف الآخر أنه يعيط لينا ويدلي بالدلو دياله في هذه القضية المغاربة كاملين تعاطفوا مع الحالة ديال الكنزة وبحكم ذلك الشي اللي قالت واللي دلت به وأنها معرضة تعرضت للتعنيف وتعرضت للضرب والجرح وعندها كثور وهذا الشي بشهادة يعني الأطباء اليوم معي الحجة الأم ديال المشغلة اللي كانت تخدمة عندها كنزة بحكم أن المشغلة كنزة ما يمكنش أنها تخرج الإعلام نظرا للحالة اللي لقينها فيها لقينها في واحد حالة هستيريا والحجة أكدت لنا أنها حاولت ما مرة أنها تنتحر بسبب هذه القضية هذه الحجة شكرا للشجاعة ديالك شكرا أنك قدرت يعني تنوضي وتواجهي المغاربة وتجاوبي إلى بزاف ديال الأسئلة الحجة وعند شنوز بغيت تقول على هذه القضية هذه بدئا ببدئ كنشكركم جزيل الشكر لأن هذه القناة لمسنا فيها الصدق ونكون لمسنا فيها الصدق ما كنش غنت نتجه لها أو نقبلها أو ندير معها هذا الحوار اللي بغيت نقول للمغاربة خصوهم يعرفوا الحقيقة المرة خصوهم يعرفوا الحقيقة والصدق ويعرفوا بأن هذه البنية رهها حل بنتي أنا ما غادي نقول عليها تشيك المق ولا على الأم ديالها أنا ألوم لأخ ديالها اللي دب القشة جاعة باش يجي لكنينك وما القشة جاعة باش يجي لداري استجوابات وحوارات مع الناس وما دارش مجاش الضر اللي فيها اختو اللي كتألم فيها اختو وكتكسر وكتجرح وكتضرب كان الأمن في أي زنقاء في المغرب دارتي فيك تلقى أمني في أي بلاسق عيطيك يجوك الأمن في رمشة عين ألا بالأحرام إلاجه هو وهزخته واتهل الأمن غادي يجي ولينا احنا علش مجاش عند أختوه علش ما سولوش فيها علش مني كنت كنقول لهم نجيبها لكم كي يقول لك لحياة في البحر علش مني كيبغوا الفلوس كيجيوا كيجي راجل أختها كيدي الشيكات وما وكيديوا الفلوس وعلش ما سولوش في هذه البنت نقول احنا ضربنا هذه البنت وكسرها وشراحلها وما خلينا مدرنا فيها ولكن علش هما هاد المدة كلها مجاوش يشوفوا فوقتهم نقطة تانية سيدتي الفاضلة أن هاد البنت اللي هي مهرسة من القفى الصدري والعمود الفقاري ومن الأنث ومن الحمجورة ومن الأودن هاد النس وخيكونوا وحوش وخيكونوا أسود مغيروش لها هاد شي كانت كتخرج لحانوت علش ما بشتش هربات كانت كتخرج لابيسين مع البنيدات الصغار علش ما هرباتش كان اللي ميت الراجل يقدروا يديوها كما ادها هاد الملتاكسي هاد قصة محبكة وهاد ابتزاز وانا كنقول الشعب المغربي الى القفينة ضررت كذب هم يعقبون نقم سوربعين مليون تعقب كما بغسل ولكن بشيكون هاد الهجوم بازال ما عرفوش الحقيقة أنا أطالب أنا أطالب بإعادة طبيب شرعي يدخل في هذه القضية ويعطى الأقوال ديولو وإلا كانوا هاد الناس داروا هاد شي يمشي وتعقبوه وإلا كانوا هاد القصة وهاد البروبانغا باش يأخذ الفلوس من هاد جوج الناس اللي مقبلين على حياته عنده هاد جوج وليس يمشي وتعقبوه وأنا قد نمشي معه جوج كابو أنا قد نمشي معه الى آخر أمام الناس اللي هما كيقولوا كتلبسوا دايرة هاد ولكتفعل هذيك حريتها الشخصية تلبس كما بغات والقانون فوق الجامع وعرفت السيدة اللي خرجته هذا كتشغير تلبس كما بغات هي حرة ولكن إياكا من دعوات المظلوم هي داب الناس داب أخوها ضاق فيها الفلوس هو كن ضاق فيها الفلوس معنا بسين الفريار الشهر عربي الأحلى المغاربة كورماء داب ما غيزقاش من الكلام ومتخر بيق سيداتي الفاضي للأم ديال هالي جات واخدات الفلوس واخدات الشاك منتحتي بببلاك نينيك ودرت رأسك عمر كما اشتبت بنتك علاج مجيتيش لنا وطهتيح حدا نحنا والمحمدية عمر بالأمنيين إلا درت احكي كن وحدك ليلة نهار خال حاجة امسا هذه البنية بدأت الخدمة عند بنتك وفين بدأت وش هنا في المنصورية ولا في مرات بكل صدق كنقول لك الحقيقة وللقيت درة كذيب بدأت في مرات واجبها رجل خطها ربما لقيته في سيبرمارشي او لكي يتعلق لهم شي حاجة وقال لقد نجيب لك خط مراتي البنتي منيجاتوية كتشكة من خطها ومن التعامل دي خطها كتشرب الدوان باش تغلاطه لا ما نعرف وكتشان ما اعرفش خطها ما انكتش على الناس هذا على قول بنتهم وبنتهم الى الناس المسؤولين داروا معها استجواء وكعرفوا خدمتهم هدرت بنتي وغيرت البنية جابها لها رجل خطال مراكش خدمت معها في مراكش وجاوا عندي في رمضان ودوزوا معي العيد ومشوا بحالهم وعيدت علمها وعيدت على رجل خطها وعيدت على أخوها والكل يتبرأ منها قدرنا مشاكل وقدرنا مشاكل في العائلة هذا أخو هذا من اللي يقلسوا وقدروا بحلاقه حداء الأطباء الموقارين هدوك الأطباء داروا خدمتهم هدوك الأطباء جتهم حالة إنسانية نقضوها ولكن في نفس الوقت الحالة الإنسانية اللي يدرهجت مكسورة بها عندها كسر قديم ضربها إما اختها وإما أخوها عندها كسر قديم ما حاولتوش أنكم تعالجون لا ما كانش كتشكي منه ما كانش كتشكي منه لا هدب 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 هم بغودوا لها التقويم سيدتي الفاضلة نحن أبناء المغرب نحن سلنوجلنا في الميادين نحن مناضلين والكل يعرفون أنه عمر شي واحد ما قيد علينا شي حاجة الكذوب نحن جمعويين والكل يعرفون ما تنطلع وما كان ناخده رزقناك نعطيوه في سبيل الله ولكن باش الإنسان يبدأ يتبلى ويت يحصم عدينا أنا أقول لك بين قوصين ما نطولش عليك وكما يقول المثال ختامها هميسك هاد الناس نلقوا هادك البنت حمقى وبقى صغيرة وما كتعرفش ومريضة ورجلها هاد لك هو المثال عنده بحلطة 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 حرقة وهذا درس لهم أخوها هاده دب جيل شعرائين وهو كيلمح بالكلام بغل فلوس بغي يدير بغي يفعل بغي يترك شوفها ولدي هاد منبر الكريم اللي دخل داري بالصدق والله يشهد علينا جميعا وكان جيتي عندي قبل ما يوقعت شي وقلت لي أنا في أمس الحاجة عاونيني والله غنعونك والله غنعونك بما أوتيت من قوة رحمة على زوجي ولكن درتو هاده 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 الحيلة وهاده هاده علش أنا أنا بنتي سيداتي الفضيلة أنا بغيتغي نقول لك باش عارف الشعب المغريبي علش ما خرجاتش كانت كتخرج لحانوت ما كانت محتاج ذا كانت تسيبته الحد كانت تخرج كانت تبشي للسوق كانت تشريع حشابنتي الأشياء الداخلية لها علش لك الساعات ما شدت تقسي وهربات منسبة لبنتك وش كانت عارفة أن هاده سيدة عندها يعني كتعاني أو هذا علش مدتها هاده علش مهزيتو البنيت ترجعتو بالله عليك يا الشعب المغريبي إلا تستعليكم شكل ما يشهدوا علي الله أنها كتجي وردها وقد قلوا أختي كنزة أعطيني غير هاد الفرصة لنشعل تكرفيسها أختي كنزة والله أختي كنزة يضربوني أختي كنزة يتكرف صعلي من غير هاده ما غادش التبشي ظلم وتبشي كديب وتبشي حاجة اللي كان عارفوه وهذا يكونوا عندي أما في مراكش أنا كان قولك أخوها كان رجل أختيها قريب لها كان أختيها لماذا يأتي ويضحك ويلعب ويأخذ الفلوس ويمشي لماذا لا يفكر في هذه البنت يأتيها ويأتيها 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 في العدب الأليم يأتيها لن يأتيها لن يأتيها بالأمن بالقضاء بالبوليس ثالث لن يأتيها ويأتيها للأمن صرحة أنها جاءت لكي ترى وقعت بيبان موسادة وقعت غير زوج ابن حقيقة أنا لا هدت عوده لي أنا لم أكن معه جاءت أمها لم أجد المسدود وقعت العساس في الباب وقعت لي جاء حلهم المسدود تام لا لم أكن أعرف ما أردت شيء يالغدر وقال لهم بغيت تبقى هنا أردت لهم يأتي لم أرد أرد ويأتي 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 بحدي في الضرد ويأتي لم يدخل لديك تسرق لك لأنه الجهل قبح الله الفقر يأتي للإنسان الطريقة التي تسبب العدم للناس بالنسبة لم تكن سمعت هذا ومتهمة بالضرب والتعذية بالخدمة لها ماذا تقول في هذا شيء تقول لك فوضت أرص بها في الانترنت تقول لك فوضت أمري إلى الله والذي يريد يوقع ظالمة نتعاقب مظلومة فوضت أمري لله وبنسي البارح قاتلي أنا ما عندي بندير بهذا شيء كامل دخلت اللي بيت لقيت شرب الدوا قلت لها شوفي كين الله وكين القانون الله والأول حسن لا مني ولا منها ولا من القانون ولكن كين القانون في البلاد كين القضاء في البلاد كين كون در فيزيت في البلاد كالأطباء الشرعيين في البلاد ونمشي معهم بالقانون ونمشي حويتها أنا هذيك البنت أزيز عليها لكن إذا كانت حمقاء أو أخوها اللي ضغط عليها سنعرفوها إذا كانت أخوها ضغط عليها سنعرف هذا وخال حاجة بالنسبة لك كنتي فش كانوا يأتي عندك مرة مرة وكنتي كنتي تلاحظ إليها شيء صحفية الكريمة أنا لدي ما أنا لدي وحبت لكم نقدر ندخل جميع الأماكن التي لدي فيهم فين كنت تقيل حيث يوم قبل الوليدات تقيل مع ونفر لك تلعب تأخذ الماكلة ديالها وهذا الإفريقية يدوما لك تعرف الإنجليزية سيقول لك لك لقيل لعب في البحر من يأتي عندي كتأكل تشرب مع الوليدات كتبت مع البنات يضحك لك لقاف كل ديالهم والصور سأعطيهم لكم ونجبد لكم سمعهم في القهوة سمعهم في رستورون سمعهم كتأكل تشرب على المرأ كانت تضرب ها وتزرح وتقتل ها سيدة البرح اللي خرج بتصريح كانوا قالوا لي الدرير الصغار كانوا يسمعوها كتأكل الأخبار سيدتي الفاضي لها من هذا المنبر الكريم ولا تريد تأتي لها تنتي وتعطي حق الرض مرحبا واخر معكم العام كامل وحرام عليكم حرام عليكم ثم حرام عليكم ولكن الفيصل بيني وبيدكم القضاء وأنتم تعرفون مكانتي وشكرا لهذه القناة حجة الأندي لها صرحة أنها لم يكن تتقادى الأجر كامل التي تقوموا معها نهار الأول تقادى 30 في 30 في 30 في 30 في 30 في 30 ما تريد تقول نستطيع أن نكون معك في هذه الطرح نستطيع أن نذهب معك في هذه السياق الشهر الأول أعطيكم 50 والشهر الثاني أعطيكم 50 وكما تدعون أن البنت خدمت 6 أو 7 أو 8 أعطيكم 30 لم يأتي لأن لم يأتي لأن أعطيكم شكر ولمست فيكم المصدقية والله لو كنت لم يأتي في هذه القناة لا أعطيكم معكم خدمت شهر شهرين أو 3 شهر لا أعطيكم أي فلسكم كاملين البنية لديها 29 سنة أعطيكم لا يبقى الناس يعملون 30 في 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 30 ولكن أنتم لم تقعدوا الأجر وصابرين على هذا كل وما تصبركم أنا المغربة يحكموا بالحق لماذا تصبر هذه الناس على هذا كله لا أخذي لها جاء للكنينيك جاء عند الأطب جاء عند المغربة وشير لها تليفون وقال لها تستقبل المكالمة لا تستقبل الاسترزاق ولكن لماذا لا تستطيع وقال لها ماذا نحن مغربة داخل المغربة وخارجة أنا أعيش في هذا النضال وأعرف كل الواحد كيف يشاء ولكن أخوها اللي جتي لكنيني كالمغربة سمعوا سمعوا بغيت هاد اللي بغيت كلمي سمعوا مقتوني عيرتوني وقامنا مرعا عندي سبعين عم ما كيهمني إنما حكموا بالحق حكموا بالحق إن الله يحكم بالحق وهو الحق هاد أخوها اللي جاء لك داب وقال سدير مخدا الدكتور فجليه لماذا لن تقللنا الباب وتخل وتخل عند بنتي وقال لها الشريفة أعطني إختي نشوفها داب أخوها اللي شرالها التليفون واخوها اللي مسيكين دائر لها واخوها اللي فعل لها وامها تتألم أنت يا الشريفة منعي تقتيني أنا مريض وقدرني رأسي تضب رأسها على إجد لك أصف لقنيني لك سمعتين المغربة ويبدأ يصف الفلوس ويبدأ يحط الفلوس نحن نعرف هذا نحن نعرف أنه ما زال نحن نحن مع القناة الحجة تقول أن ابن قاد التحقيق والزوج كولونيل أنا أنا أن في هذا الكلام هو المنزيل منصوب إلى الكولونيل لأن كان ساكن فيهم شب حالته وقت تقعد وخرج ورجل بنتي يرجع للمنزيل ديالهم ديال الأب دياله وديال الأجداد دياله وديال الله يرحمه أما قاد يتحقيق فحرام عليهم بالله علي من أحبك هذه القصة ومن أخرجها فسيعاقبه الله وسيعاقبه القانون وأنا ما عندي ما غادي نقول لأن أنا خرج إلا لأنير هذا الدرب وأنير هذا الهجوم لما ما عرفنا ما سأل ما عرف تولوما ش تولوما ش تولوما ش ش ش الحقيقة ما تولوما لا بغا بكم ينصف طولها قد الدول لا بغا نشرح لها ولكن عرف الحقيقة المرة وأن كمركم كسرت عائلة على قد هزبالي سمشا اللي راح مريض اللي راح بغ انتحر لأن نش وهتون ونحن عملاع الى بالفدر الى البطور الى المحمدية لقل فينا مغريبي كلمة عيب لا نسمحوش له ولقل فينا كلمة حق الله بيننا دبا أنا بغيت نعرف ها أستاذتي الفضيلة علش علش خو هذا مشكل يقدرني فراسي علش عائلتها الأم ديالها والأخ ديالها ورش الختا وهذا كسيد لديها وهذا كسيد لبيتها علش ما بين فين ساكنة بنتي في الفلات وما بين الرجل اختها قريب 10 كيلومتر إلى 15 كيلومتر عجل ما جيت وشيلي انت واختها كاتتجين ما كاتتجيش اختها أنا كان في السر المغربة كاتتجين ورغا نطلبك في التحقيق ونطلبك في القانون ونطلبك في الجلسات كاتتجين كاتتأخذ الفلوس كاتتسلم عليها كاتتفطر عندهم كاتتأكل عندهم كاتتبع يعني كانوا يشوفوها يعني ما كانت محتجزة ما كانت ما كانت سدود عليها انا انا بغيت نقول لك شي كلمة غادي نطلبك لكن انا اختصر لك هذا البنت محتجزة كانت في السور مرشي في نهر السبت كانت تنشي تشري الداخلية كانت كلسي نقوله اليوم نقوله الداول كتبك ينسى هذا البنت من كانت محتجزة كانت هود البحر كانت تبقى مع الدرارين نهر كله ستسمح في الولاد ويوجد بحالها كما ستخرج البيدون لابوبيل ويوجد بحالتها اللي قراها واللي حبك لها السيناريو واللي كان في الصف ديالها انا عرفنا ولا زال في سرية اما ومنين الناس سيقولون لي ادلي بللي در ادلي انا سنعطي لكم واذا كان عندها تلفون عندها تلفون كانت تتصل وكانت تخضر ولم تبقى ومع رجل اختها انا دوك الناس لم اعرفهم ولي سنكتب لهم انا هذا الكلام قلت وقل سنعطي وكانت قولها هي وانقدر نوجها ونلطي قدامي انا في عمر 70 عام وهي في عمرها 30 عام وفقش عيت على رجل أختها وفقش قال لي أخوها ما بغيناهاش وفقش رجل أختها ودت الفلوس وقدت ماماها ودت الفلوس وانا نفرد القتل باء أبو مصادا أو سادا أخديتي الفلوس وولدي فين كينا بنتي هي ومرتك؟ قليني أمال عنده ملغن سنهنا في الدارة تجيب ليها بنتي وتجيب ليها نشوفها شديتي الفلوس استيله راسه باستيله وده قلت له الله يخلف عليك وطلعه أخوها عيض قال لي لم أعطي الفلوس وش دههم رجل أختك؟ قلت لي هي أعطيتهم الأمي باش تشري الدوال عينيها قلت لي أضرب على هذه النمرة قدي قبيلة على العين دي الأم دي الأخوتي أن بشك دي لكم مجدرت لأوبراسون أيه 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 جات وعطتها الفلسات وقلت لأولدي الله يرحم لك الوالدين والله يرحم بك في قبره يعني هذا الشك تدفع لك ليني أنا سأجيب لك المعطيات لأنني أعطيتك هدي ولي هدي ولي ما نعطيك إثباتات أبنتي راني راني في عمري سبعين عام راه تلاتين عام ديال النضالة أبنتي الله يديك ورادة وسحيتي خمسة واربعين سنة مع الزوج ديالي أنا هي يد يومنا ديال والله وليه برحمة الله ولكن هذا الشي ما يوصخوش ليني الوجه ديالنا ولا كانوا هدوك الناس ظالمين يتعاقبوا إلا كانت هي قد تفتري عليهم وبغى الفلوس وكانت طلبتها قبل ما تدري هذا الفوضى كنا نعاونوك وكنا ندروا الوجهة الله وجل اللي لا ديالك شي ترحم الله وتهيمون الله من الآن هدوك الفلوس انتم اللي جنيتوا على رأسكم خديتي فلوس كذلك العمال وحتى ديالا بقى كتساليهم شي حاجة يعطوها لك إلا بقى عندهم شي حاجة أمام الملأنا ننديها ولكن باش يخرجوا ناس يقولك جينا طلبناك فلقنينك ولا جينا عندك ولا تطلقنا بك ولا كان عندنا شي اتصال بك راما عندنا اتصال بك ولا تطلقوا بك لا بك لا بخوك لا الرجل اختك تطلقوا بالقانون لماذا؟ لأنه كانت سنول حق تينا ولأبحثت ديال خدمة ديالا ولا تخرجوا لمنبر الإعلامي ولا لدينا مشكلة نسبة لزوجة الابنة ديالكتة هو التهمت وانه ضربها الفمهة ضربها الفمهة ويسكر ويضربها بالقراعي ودخلنا عليك بالله واش إنسان يمشي ثلث يام اربع يام واخدام وعنده أشياء وأشياء أخرى موجودة أخرى ومع ذلك من المصدرات يمشي ثلث لا ترد وقربه حتى يعد لا تكره كان يجزم لك وعود كان يجزم لك. هذا سيناريو محبوك. نحن عرفنا ولكن كما قالت هي فوضت أمر إلي الله. إذا كان هاد الهجوم في اللخر قد يعرفوا المغربة الحقيقة. بعد ناش مشكلة. نحن صابرين مع خبصة واربعين مليون. كل واحد سنعطيه طريف شنيتي كمس برديان. ولكن في اللخر كانت مننا يعرفوا المغربة الحقيقة. باش مرة أخرى كحنا كوحدين أخرين. أي واحد خرج مضروب ولا مقهور ولا منتوف ولا جروح يعرفوا الحقيقة عادي عيروا. يطلبوا السجن عادي عيروا. يطلبوا الإعدام. الغل. ماشي بهذه الطريقة وراء ما شيء أمني. أنا قل كلكم. راه ما شيء كولونيل. غير باش ما تبقواش. يكون هجوم على الكولونيل على علامة الخزن. راه ما شيء كولونيل. راه عنده كميونة ديالبواه. الشركة ديالبواه رحمه الله. كي يعمل فيها. هي ربت بيت. برتو لما برتوشها المغربة. نعود نعطيكم معطيات خرى. وإلى اللقاء معكم بالحقيقة الصادقة. مشاهدينا الكرام كيف ما تبعتوا معنا كانت توضيحات من عند الأم ديال المشغلة ديال الكنزة كانت مننا وأننا نكونوا جاوبنا على الأسئلة ديال المغربة كاملين مع الحاجة وكان عرفوا أن القانون فوق الجميع إلا كان عند هذه البنية الحق رغت تأخذه وهذه الناس إلا كانوا ظالمينها وكان عندهم إيد في تقديب والضرب اللي عندها والحالة اللي فاهية فرأ أكيد أن القانون غي يأخذ المجرى دياله أن الناس غي تجازعوا كنت مننا ومشاهدينا الكرام أن نكونوا وفينا واستوفينا مشاهدينا الكرام مغام قوي لا تتبع القضية كنزوا نوفكم دائبا من الجديد لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد